أستاذ شفنا تدوين العضو في هيئة النادي الأفريقي حامد مبارك تشك فيها برشة من التحكيم في المقابلات الأخيرة ما تحش النادي الأفريقي ولا كأنه مركز برشة على الموضوع ذي أستاذ كمال بن خليل بالعكس النادي الأفريقي أنا رأى أنه مسؤولي النادي الأفريقي صبروا أكثر من لازم على التحكيم لأنه معنطها احنا سنة العائلة المواصعة عن نادي الأفريقي فرحانة بالفريق معنطها دوبي 8 سنين أو 9 سنين أول مرة الفريق معنطها أمور المادية منظفة مريقلة معنطها فريق باهي انتدابات موجهة انتدابات محلاها المدرب قاعد يخدم في خدمة صحيحة يجيش كون من بره يفسد لك هالبرنامج هذية معنطها ووقت لتتعدد الأخطاء فلازم نجي نهار ونتكلمه تعوى النادي الأفريقي معنطها لو التحكيم ظلم النادي الأفريقي حتى في المباريات اللي انتصر فيها النادي الأفريقي مبالغ فيه شوية زيطان مش كل شيء تقالي صحيحة طبعا فما شكون يحكي على مقابل متعلقت متى ايدم غرب وهو بنانتي اللي كانت خرج ديزويت اللي يحكيوا عليه على بنانتي متى ايدم غرب مثلا كانت خرج ديزويت مش هذيك ضربة جزي وحتى هما ثم في الموفيولا قالوا لي هي ضربة جزي البارم الواف حلقته ما سنوش حتى الموفيولا بيش تقوب فما حلت مبالغ فما حلت صحيحة أوكي كما بنانتي بتاع باسم السرافي بنقردان تظلمنا لم تظلمناش صحيح فما ذو لا ربحنا بالرزيرف ما حملوش الغلطة هما جرى بنقردان والملاعب والملاعب المعاقب سفيقس تظلمنا ماتش باجا تظلمنا وما نجمش يقنعوني هالجهاب ذا هذو ما متاع الموفيولات والتحكيم بش يقنعوني بوجهة القرار متاع كما نترجمو كما يشعر لنا الآن كانت تصحيح فما فما حلت تظلمنا ؟ ؟ ؟ الصحيح فما تظلمون لا انا برجي انا ما نحكي على باجا الباجا ما عندوش الحق يعلق على اللقطان بلايتمالك لانها بيش لا لا مش عال بلابايا ذاكا متفهمين فهما لأيكمالك يقول لك ايدو كان يستحق حملة هذا الحاسب المرضي و الامتاع مختار دابوس اللي كان لها هذيك بدلت وجه المباراة وقت للفريق يحس بالظلم وتخرج له أحسن ملاعبي عنده أحسن ملاعبي هوا ما خالج لكش إيدو ما هوش أحسن ملاعبي دو دو خنكلمك دو دو رو وقت للفريق يحس اللي هو يستحق العقوبة راوا الامباكت بسيكولوجيك عليه ما هوش كيف كيف راوا الملاعبي وقت ليعمل غلطة ويخرج زمالي متاعوا يبدأوا مقتنعين اللي سيدة ذاك استحق العقوبة حتى نفسانيا يبدأوا قابلين القرار مش كي ما يجي حكم يلوج لهم رو قاعد يلوج لابتيت بأنتي سمعت الناتق الرسمي النادي لفريقي شقال قال لك إنه سيد منه المباراة يحكي حتى بالكلام البذيه مع الملاعبي موصدق الله العظيم لا لا وعلش بشي كذب كان كلم لابيتة أقول لك ما قلت وغويدر ما قلت نشح عاضري لا أبش نقول لك ما ناخذوش لريوية هذا نهي أنا بش ناخذ أنا بش ناخذ ما قاعد يعمل ما قاعد يعمل ما قاعد يعمل ما قاعد يعمل لذلك نقول لك حاجة هذي الحكم تقول لي أنتي النادي الأفريقي بوتاتر مركز لا يا أخويا موش مركز على خاطر باش نتكلموا باش هالطيار هذا يقف خاطر الشاي ماشي ويقوى الشاي ماشي ويقوى مبباراة النادي سفيقسي ضرب الجازات فل عمره عشرة سنين يزفرها بعيد عليه زوز ميترو يقول لك ألعب اللاعب النادي سفيقسي موش مصدق اللي الحكم ما زفرش ضرب الجازات اي متاع السياسي ما ننقلك شواف متاع باجا باجا يجا نقول لك حاجة تحب الفلسف أنا تضحكني البارح نتفرج بارازار باش يغطيه شوية قال لك هاو ثمة زيدة اللي مركبونتو باجا يستحق زوز صفر والاربيتر تغافل مع أنتا حاب يوري لي قال لك كي نحا مريولو صفرة وكي طلع في الجرياش صفرة مع أنتا وراب عظم أنا عجبني حسام حاجة علي قالوا رو ثم القانون وثم روح القانون رو ثم اجتهاد قالوا عمرك شيريت ملاعبي في أوروبا هم يمشيوا ينحي مريولو ويحتفل يعطيه زوز صفر ويطلع للجردان ويبدأ يعمل هكا ويقلبها الدنيا اللي صار انو الاربيتر كان يشيرش لبتيت بيت واضح على الحكاية خطر نحكيه فلسفة طيب ربي سمحني تعطي فيه في الصفرة الأولاني يضيع في الوقت تتاوت من يكالي نحنا ما نقوله إيش كلمة ذي الكلمة هذه ما نقوله إيش ماتر ماتر بربي بشنا يدي خليه مكان الروح القانون كلمة حلوة يعطيك صحة عجبتني ياسر القانون وروح القانون في اللقتي هذيك متاع تضيع الكورة والكورة في الصونتر هذيك تستحق صفرة ما تستحقش أول حاجة اللي يكوزيون تبيت وخاصة خاصة حاجتين مهمين وقتي هما بش يلعبوا وانتي الملاع بينتع بيجا داخلين لو جماعة بش يسعفوه معنتها هو ما شاتش الكورة ضيع على بيجا يونكسيون الملاع بينتع بيجا طايح ما زالوا داخلين لو جماعة داخلين لو المسعفين بش يسعفوه واحد اثنين تي سبعة وثمانية كورة يا حزر عليك ترتيش الكورة متاع بش أنا اتفرجت الجمعة لي فاتت أنا في 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 البرمير ليج يعني قداش من مرة تصير الحكاية ذي الملاعبي بتنرفيز ولا ما معنتها صاحب وضيع عليه كورة واعمل فوت يرميها الكورة والله اذا قعدت بعد ماتش بعد ماتش كلوب افريكا ومباش قعدت نتفرج بالعاني نحسب فيهم يمكن ستة سبعة مرات تتعاودوا احنا الليو معنتها شوفوا كله نتفرج أنا بعثولي فيديو متاع الحكم في مباراة اخرى شدها جمعتين قبل الملاعبي انطروا يديه مش عملوا هكا انطروا يديه الملاعبي هو جال الملاعبي يكلم فيه الملاعبي انطروا يديه معمل لحد شيء مباراة ودية هي بينزوز في رق لكن يتطبق القانون ثم غول متاع جرزيس وغور جرزيس كيف شدوا هكا شدوا مش عالوا يجري ينبع عليه والشرف يشدوا من كتاف وزوز معمل لحد شيء مع النادي الافريقي ولا المصيد السيدة ذي ويخرج لنا واحد في احدى الإذاعات قال لك جويدر عطاه درس في التحكيم يمكن لي كنتي عطاه درس في التحكيم أمالينا نحن بالنسبة لنا نحن السيدة ذي أفضيح بيليل نخليوا الكلوب على الجنب متحسوش لي فاما ولا كأنه برشة برسيونة على التحكيم برشة تاباكي من الجمعيات الكلة مشكلة الافريقي يقول لك نعمل برسيونة نقبل الماتش وبعض الماتش وفي كل الوقت على التحكيم باش ناخو حقي يعني ويبدأ يحصل دربية قيزة فور شوفنا يا أخا نسمي مالكلوب من اسبرانز من سي اس 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 الجمعيات الكل تقريبا تتشكر مستقبل جابس السي ابي الكل او لو ماشيين في النغمة هذه كيف تحبوا يدخل الحكام ما تشوه؟ صحيح وانه الجمعيات هالبلاغات اللي تعمل فيهم وهالرياكسيون على شو في المقابلات وكذا ولو يعملوا فيهم دفاعا على حقوقهم لانه نعدمت الثيقة مبين نقص المو مبين الحكم وجمعية مبين الحكم ومبين الجمعية وهيئة والإدارة للإدارة التحكيق لانه كيما كنا حضرت معاك انا وحكيت سابقا نرجع ديما باش نقعد دان المام دان المام لوجيك ونقول لك انه الاربيتر ورا حاشتين خايبين برشة بالأضرابات اللي عاملوه ورا حاشتين خايبين برشة 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 للفوتبول وللتحكيم سيفا خاص وراوا أولا اللي هما عندهم السنتيمون دامبينيتي رو حد حد من رجميع عقبنا هنا نعملوا اللي نحبه هنا نبطلوا جورنيه ونوخر لك ونرجع نزافر وانتش تعملي حد شيء ونزيد نخرج نقول راهوا مهزلة اللي تعمل فيه لإدارة التحكيم ومهزلة مدفعونيش على حقوقنا واخذينا كان ثلاثين دينار وكذا وكذا ورغم هذا الكل تلقاه جمالي بعدها يزافر معناها السنتيمون دامبينيتي أنا أحب تعملي تحب معا ما ديسبليني لكنا نحكيو عليه قبلها مع المدرب هنا مع الحكام تعنا من نشان بلو ديسبلينيه وقال لهوا عاملين نقابة معا ما ديسبلينيه وإذا غالط ما يسيرش ياولا دي راف كورت القدم رك أنت حكم هاوي أولا أنت جيت عمالة لانجاج مامتاعك ونتون كاماتور كما واحد ماشي للمصيد ما تقولش اليوم جايبش نعمل لأوبي متاعي هما را ما تخلصنيش نعمل غريف هذي الغلطة الأولى الغلطة الثانية كي تعمل غريف على الفلوس شنو المساج الي عديتو أنت كحكمه ياما اللي انتي تحب على الفلوس ولا اللي انتي مستحق فلوس هذا مساج يتعدل الأندية هكا معنى أنت حكم غدوة بشجي تزافر لي أنا أصفوها لأنا ما عندي حكم ما نعارش بقديش يشيرو في الأربيترويت لأن الموضوع هذا ما يعنينيش لكن انت غدوة تجي حكم يعارك في الجامعة متاعو على ثمانية مئة دينار في العام ومليون في العام هذي الحكم هذا ما يعنيه قررني أنا على مليون نعارك جامعتي مانا شو يعمل على عشرة ملايين هذا مساج يعطيه الحكم بدونك بعض ما تنجمش تلومر أو حامد مبارك والأخير حامد مبارك وأنه يدفع على روحه بطريقة هذه لأنه يقولك مدام أنا ما نخذيتش حقي ما نجمش ناخذ حقي من إدارة ما نجم ناخذ من حقي من الحكم ليتمرد ناخذ حقي نخوفه على الأقل نقول راك عمد لي هكا عمد هكا وجيب الأجنب يقول خلصوا هنا هذا الكل سيب فورفير بريسيون فورفير بريسيون على حكم طوام ما تش مسيطر عليه لأن الحكام كان مسيطر اليوم وديع الجريب كانتش مسيطر اليوم لا رئيس إدارة التحكيم ولا رئيس الكاف ولا كان رئيس النادي كان مسيطر اليوم الحكام بلا حسيب ولا رقيب بالله هاي اللقطة متاع جرجيس يعني يديه الزوز الحارس يديه الزوز على الأربيتر وحتى شيء مع النادي الافريقي سيخالد جويدر والله النصيد اللي هذايا النادي الافريقي حذرت منه الصيد عنده سوابقه يعني في مباراة في موفيولا حتى طيب بالله الحكام أنا علش هذايا ما نقراش فيه حسن النية على خاطر انت قبل وانت قاعد على كرسي وقدامك إكران تتعاود لك اللقطة قداش من مرة وتصر على هضم حقوق النادي ما عاش نعطيك ثيقة في التيران انت قدامك إكران وتعاودت والسيستان بتاعك في الموفيولا يقول لك عاية للاربيتر راه يضاء راه يفوت يقول له لي من عايتلوش ضد النادي السفاقس يضرب الجزاء متاع العرفاوي هك استنفعت مع العمران العمران يجب تشوف شو فيجن كلك حاش خليني نحكي لك حكاية وريد كيفاش ولينا ونشارش لابتت بيت هك استنفعت العمران اشنو أصار؟ أعطاني بنالتي غالطة؟ وهو راه يستنفعت الضرب النادي سوف نتحدث عن اللطة لا نحكي لك عد دعني نحكي لك عاد لسوف نحكي لك نحكي لك الضرب النادي متاع مليمتر وزوز مليمتر لا لا نحكي لدي مليمتر ام الك esta مليمتر نعودها اللقطة ونتحدثك ميتر ومعاش نجيك فمتلا؟ للا نتحدثك هنا لم تعقبني لدرجة هذا لا لا نعطي الانفرمسيون غالطة لن نسحق الميكرو لذا لديه جوج لم يفاقش بيههم موستين رابط وتعاقب الجوج ومع ذلك تعاقب الجوج عقبوه ولطاو مرجاعي وهذا غياب الفارو لطاو مرجاعي يتوش في النسيونال الجوج لديه السيد شدوه ذبحوه من الجورنية الثانية لا هذا واحد الاثنين للأخطاء اللي صاروا وانا قلت لك السيدة ذاية طيب الريت الجوج والله كانت عاود تحطه للنادي الافريقي في مباراة اخرى ويغلط نفس الغلطة نقول لك انا وقت هتولي تحكي معايا اما جويدر انا عندي معا سوابك والرجل مصر على انه يظلمني ثم اصرار عمناول في الموفيولة يا رسول الله الاسيستان وخرجت الديسكيسيون الاسيستان يقوله لا يقوله ما نعايت لهش معنتها انتي فوت ظاهرة انتي قاعد في كرسيك وتشرب في دب وزماء وماخذ راحتك وليك روه عاود هالك المخرج قداش من مرة وتقول للاربيتر ارس كور على روحك تجيني اليوم مع النادي الافريقي تعملي العمال لذيك اوليك وفران بخلاف الواحد روه بخلاف سيمو حامد عشاب نسلموا عليه وربي يشفيه قال كلما قاعدة قالك ثم حكام خياطة خياطة جبايد يعرفوا اذا يا جويدر اللي عملوا في النادي الافريقي فاضح رو باجا باجا على روحها واستحقاق باجا على روحها وانها في المرتبالولة ماهيش صدفة على روحها لكن يا حبيبي اعطيني حقي وخلي تربحني باجا بالخلاف